المسائية من الميادين وفي عنوين ملفيها للليلة الأمين العام لحزب الله يدعو إلى الخروج من العباءة الأمريكية نهائياً لإنهاء أزمات الإقليم هل باتت مواجهة واشنطن الحل الوحيدة لشعوب المنطقة؟ أولندا تحذر من انتشار قوات فاغنر في بلاروسيا فهل باتت المجموعة الروسية خيار موسكو لمواجهة الناتو على جبهته الشرقية؟ مساء الخير لا حلول لأزمات المنطقة بوجود الهيمنة الأمريكية معادلة خلص إليها الأمين العام لحزب الله فاستعراض مشاكل شعوب المنطقة يؤدي بطريقة أو بأخرى إلى التدخلات الأمريكية من لبنان الممهور انقطاع الكهرباء فيه بفيتو أمريكي إلى سوريا المحاصرة بقيصر وصولاً إلى العراق غير القادر على التصرف بعائدات النفط وإلى اليمن المحروم من السلام بقرار أمريكي الخلاصة إذن هي الخروج من العباءة الأمريكية لتحقيق الانتصارات عندما نخضع للإرادة الأمريكية والهيمنة الأمريكية هكذا سيكون حال في المقاومة في مواجهة الاحتلال المسلح لأن المقاومين خرجوا على إرادة الاحتلال اصطنعوا الانتصارات طردوا الاحتلال من لبنان طردوا الاحتلال من غزة في فلسطين طردوا الاحتلال من العراق الآن بعدين رجع بحجة داعش بعنوان المجتمع الدولي ومدرشوا مساعدة حكومة العراقية لكن قوات الاحتلال هزمتها المقاومة العراقية ووسط هذه الهيمنة يحذر السيد نصر الله من أن الأمريكيين يأخذون لبنان نحو كارثة كبيرة إذا كنا نريد أن نبحث عن باب الحل يجب أن نخرج من الخضوع لهذه الهيمنة ولهذا التسلط ما هو مصلحة لبنان يجب أن تقدم عليه الحكومة اللبنانية والمسؤولون اللبنانيون والشعب اللبناني بعيدا عن المجاملات والخضوع والتذلل للسفارة الأمريكية والأمريكيين وفي كثير أبواب في كثير أبواب لمناقشة ملفنا الأول في المسائية نرحب بضيفينا هنا في السيديو الميادين بالبحث في العلاقات الدولية الدكتور حسام مطر مساء الخير دكتور حسام وأيضا الترحيب موصول من العاصمة الأمريكية واشنطن بالخبير في الشؤون الأمريكية الأستاذ سعيد عريقات مساء الخير أستاذ سعيد أهلا بك في المسائية أبدأ معك دكتور حسام إذن العنوان الأبرز لقوى المقاومة من صنعاء إلى دمشق وحتى بغداد وصولا إلى بيروت وما سمعناه اليوم من السيد نصر الله هو التجديد على ضرورة التحرر والخروج من الهيمنة الأمريكية وفق أي سياق يفهم هذا الطرح وأين بات هذا النفوذ الأمريكي ودوره في المنطقة أولا بعتدد هذا يتناسب مع الخطاب العام للقوى المقاومة بالعموم لكن في هذه اللحظة الدولية هناك شيء من تمرد عالمي ضد الولايات المتحدة الأمريكية في الأمريكا اللاتينية حصلت انتخابات في عدة دول أعادت مجموعة من القوى اليسارية في أفريقا نشهد أيضا من السودان وآخرها النيجر كمان حركات انقلابية شعبية ومشاكل في المنطقة أيضا هناك هذا الزخم فهناك إضافة لما يجري في أوكرانيا إضافة للتصعيد الصين الروسي اللي كان أيضا تصاعد في الأشهر الأخيرة فهناك لحظة سيولة كبيرة في النظام الدولي يظهر الأمريكيون في العالم أنهم تحت ضغوط كبيرة جدا ودخلوا عامل انتخابات في ظل انقسامات كبيرة جدا مع مشهد لحلفاء أمريكا في المنطقة وفي العالم يبدون قلقين من مستقبل التحالف في أمريكا وعم بيعملوا شيء اللي أعطوهم نسميه سياسة التحول بهذه البيئة محور المقاومة بحاول يستفيد من هذه اللحظة في ظل هذا التصعيد العالمي في ظل الضغوط على الولايات المتحدة المنشغلة بعدة الصحات لا يستفيد من هذه اللحظة اللي إلنا عنها لحتى يحاول يحسن مواقعه في الدول الأسي المعنية بالضغط على الولايات المتحدة لإخراجها اللي هي موجودة بشكل غير شرعي في سوريا كقوات احتلال والضغوط اللي عم تمارسها في اليمن فبهذا الصياق كله يبدو أن محور المقاومة يحاول يحسن مواقعه في لحظة دولية حساسية وفي مع دخول الولايات المتحدة في رحظة الانتخابات تقريبا بعد عام وقليل وبحط الموضوع هون به توثب لهذا المحور خاصة أنا أتبين أن الأمريكيين مع انكفاء العسكري نسبيا عن خوض حروب داخل المنطقة لكن كثفوا من استخدام الأدوات الأخرى المؤذية جدا بنفس الوقت الاقتصادية والمالية وحرب المعلومات والجهد الأمنى وبناء التحالفات كل هذه الأدوات استخدموها بقوة كتير كبيرة ومؤذية هذا عم بيخلي خصوم أمريكا داخل المنطقائي محور مقاومة يقول لازم يستجيب لهذا النوع من الضغوط كمان بسياسات تصعدي دكتور حسان بهذه الواقعية يعني كيف يتحرك اليوم الأمريكي بالمنطقة أي أوراق لازالت هي قوة لديه هل يرعب ورقة السيطرة نهب الثروات كما يجري يعني تحديدا في العراق وفي الشمال السوري ورقة الحصار الاقتصادي والعقوبات تشمل لبنان وسوريا وحتى يعني دول المنطقة أو عبر الدعم العسكري عبر الوكلاء ولحظنا في الأيام الأخيرة والأسابيع الأخيرة تعزيز لهذا الوجود العسكري ولسيما في الخليج وكذلك في العراق وسوريا للأمريكي أي أوراق هي أوراق قوة يمكن القول لا زال يتمتع بها أولا الأمريكي لا يكون واضح هو يتعاطى من منطلق الخوف والقلق الشديد هو يقرأ كل هذه التحولات الدولية ولديه ريبة أن العالم اليوم ينظر أن أمريكا ضعيفة مش بس خصومة أيضا حلفاء وبالتالي هو عم بحاول يعمل مجموعة من السياسات يقول لكل العالم بما فيه حلفاء ولا أنا قوية موجودة وحاضرة في الصحات فهو يشايف أنه في لحظة أزمة عم بحاول يتعامل مع أزمة بهذا التعامل مع الأزمة عم بيستحضر تركيبة من أدوات نسميها الحرب الهجينة أو الحرب المركبة وهي ما بتشمل المواجهات العسكرية المباشرة بصاحات يستخدم الحرب المالية بصاحات يستخدم الحرب الاقتصادية بصاحات الحرب المعلوماتية بصاحات يروح على العمل الأمني بصاحات يروح على الثورة الملونة بصاحات يروح على القوة الثقافية بصاحة الرابعة أو خمسة يروح على أدوات أخرى هذه التشكيلة من أجموع هذه الأدوات يستخدمها بكل الصحات بنسب يعني محل يركز على العقوبات وحدد دعم إعلام محل لا يستخدم جهد إعلامي وحدد موضوع العقوبات هالتركيبة عم بيستخدمها بكل دولة وفق خصوصياتها وفق التوازنات الموجودة فيها وفق ما هو متاح عنده لكن عم بيلعب بحذر تحت وطأة عدم الوصول إلى حرب عدم حصول تصعيد كبير في المنطقة ويراهن بشكل أساسي على ضبط تحالفاته اليوم الجهد الأمريكي الكبير جدا على تمتين تحالف داخل المنطقة ولذلك اليوم يعمل الأمريكيون على محاولة إحداث خرق في مجال الطبيع السعودي الإسرائيلي بدون هذا المحوري يظل صامد فلذلك أيضا موضوع الدمج الحلفاء في ما يسمى الأمن الصاروخي والأمن البحري عم بيحاولي يقول لحلفاء بدي ربطكن معي قد ما بقدر لأنه شايف حلفاء تفلتوا منهم مثل معامل السعوديين على سبيل المثال بدي هذه القوة التحالفية يظل محافظ عليها وهون بسوريا والعراق بالعراق واللبنان إذا بتلاحظ إيجا قال بدي حلم مشكلة الكهرباء راح ربطنا بالأردن ومصر مع العراقيين بدي حلم مشكلة الكهرباء قال لهم تنفسطوا تقويا عن إيران ومجيب لكم بدائل من السعودية ومن الأردن عم بيحاول يخلي حلفاء إيران بحاجته ويفصلون شوي شوي من خلال تطوير بدائل تاني بالموائمة بين الضغوط وطرح البدائل ولكن بالمسار لم يطبق ذلك وهذه جزية سعود إليها لأنه بعد مرور عامي بالمسار العراقي في محاولة تأمين مقدرات الكهرباء العراقية من بدائل أخرى غير إيران هذا المسار يسير بسرعة في العراق ولماذا بلبنان لا؟ لأن الواقع اللبناني بعد ما تغير للدرجة اللي بيطمح للأمريكيين لهيك جزء من التصعيد الحالي بيعتاد نحن الشهر المقبل بلاشنا عم نشوف مقبلون على لحظة تصعيد كبير في لبنان ربطا بالانتخابات الرئاسية قبل أن يتمكن الأمريكيين من تحقيق منجز سياسي واضح ما بيحلوا مشكلة الكهرباء لأنه بني حلوا مشكلة الكهرباء بناء على ناس هني جابوهم على منجز هني عاملين ولا يقولوا لما ربحنا نحلت مشكلة الكهرباء يعني هذا التوقيت مرتبط هون فبعت كمان جزء من التصعيد اليوم بالخطاب أنه نحن بلبنان رايحين من الآن حتى الشهر المقبل حنبلش نشوف أجواء تحمي للواقع السياسي اللبناني لتشدد في الموضوع الرئاسي مهم منك أكثر يمكن بأي سياقات وبأي مسارات هذا التصعيد يعني بالمسار السياسي الأمني الاقتصادي بالسياسي وفي ظل فراغ يعني كبير أيضا والنقدي والآن في الفراغ بحكمية الله مصرف ولكن اسمح لي أن أنتقل وأستمزج رأي ضيفنا الأستاذ سعيد عريقات من واشنطن هذه السياسة الأمريكية لا تتغير هي تساهم بمفاقمة معاناة هذه الشعوب شعوب المنطقة ولكن بظل التعزيزات الأمريكية المتواصلة التي ذكرناها من الخليج وسوريا وكذلك العراق عن ماذا تبحث اليوم الاستراتيجية الأمريكية وهل لا تزال تتكز إلى ما يسمى احتواء محور المقاومة؟ شكرا للاستضافة أولا علينا أن نتذكر أن الولايات المتحدة منذ بداية عهد الرئيس الثالث تامس جيفرسون أي عام 1801 وهي دولة عدوانية لم تتوقف في عدوانيتها ولا للحظة يعني ذهبت ألسة أساطيلها عند إذن إلى شاطئ ليبيا وشاطئ المغرب والجزائر وإلى آخره تحت ذراء متعددة منها محاربة القراصنة والآخره الولايات المتحدة هي الدولة الإمبريالية الأقوى في تاريخ البشرية لديها موارد كبيرة جدا وتستطيع استخدامها وتلسرها إلى كل مكان لها قواعد في دول كثيرة من العالم حوالي 170 دولة من أصل 194 دولة فإذن الولايات المتحدة هي عدوانية وبالتالي هي تحاول الحفاظ على هذا الوضع على هذه الاستراتيجية لكنها تخسر لأن العالم يتغير رأينا ما يجري مثلا في مواجهات ساخنة سواء في أوكرانيا أو في غيرها المشروع الأمريكي في المنطقة العربية فشل فشلا دريعا رأينا أن المشروع الأمريكي تراجع في سوريا وضرب ضربة قوية علما بأن الولايات المتحدة تحتلوا جزءا من سوريا وتسلب مواردها تسلب النفط كما رأينا حتى الأسبوع الماضي رأيناها تسلب النفط رأيناها تعزز الحرب في اليمن أو الحرب المتتالية في اليمن طبعا هي الدعم الأول للعدو الإسرائيلي والكيان الصهيوني تمده بالسلاح والدعم السياسي يعني من غرائب الأمور مشاهد سوريالية عندما نسمع وزير الخارجية الأمريكي اليوم يتحدث في مجلس الأمن كون أن الولايات المتحدة هذا الشهر هي رئيسة مجلس الأمن ويقول أن روسيا تستخدم الغذاء كسلاح نعم طب ما هي أمريكا تستعمل كل شيء كسلاح يعني هيا العقوبات التي تفرضها على الشعوب الفقيرة في كل مكان ما هي سلاح؟ سلاح قوي جدا منها سوريا نظام قيصر العقوبات يعني بعيدة الأهداف والمدى في كل مكان في القارة الأفريقية في آسيا يعني طالما وأن هناك سيطرة كاملة على النظام المالي العالمي من قبل الولايات المتحدة فهي تتحكم بكل شيء كما رأينا كيف استخدمت هذه العقوبات في إيران وكيف تستخدمها في كل مناطق في المنطقة المراهنة على الولايات المتحدة بكل تأكيد هي مراهنة فاشلة والوسيلة الوحيدة حقيقة للتحرر من هذه الهيمنة هو المقامة كما رأينا وكما ذكرتي في مطلع بهذا البرنامج أو كما قال السيد نصر الله المقامة تمكنت من تحرير لبنان تمكنت من تحرير غزة تمكنت من مواجهة الاحتلال الأمريكي في العراق وأنا كنت في العراق بالأم المتحدة لمدة خمس سنوات ولم تقدم أي شيء يعني الولايات المتحدة فشلت فشلت ذريعا بتوفير الكهرباء في العراق منذ هناك من عام 2005 و2010 ولم تتمكن من إعطاء العراقين الكهرباء ربما عن قصد أو عير قصد لكنها لم تتمكن فهي لا تجلب حقيقة لا الحضارة ولا الإنعاش ولا الدعم للشعوب التي تعاني سواء من الأزمات ومن الحروب التي خلقتها الولايات المتحدة أو من غيرها ولكن أستاذ سعيد يعني تحديدا في فترة عهد الرئيس بايدن عند وصوله إلى البيت الأبيض كشف عن سياسة تقوم على استمرار الولايات المتحدة وعدم استمرار الولايات المتحدة بتأدية دور شرطي العالم اعتقدنا بأن هذا سوف يأخذ الولايات المتحدة إلى سياسة مغيرة بخفض التدخل الأمريكي في شؤون هذه الدول وحتى أتحدث بشكل أساسي في المنطقة والشرق الأوسط لماذا ذلك لم يترجم عمليا وشهدنا استكمال للحقبة الأخيرة مع الجمهوريين وترامب وكأنها حقبة مماثلة ولكن الأدوات اختلفت أو الوسائل والأساليب والأليات أولا علينا أن نتذكر أنه من قرائب الأمور أن ما رأيناها بان عهد ترامب على سبيل المثال أنه حاول القول أنه ما فائدة حلف النيتو على سبيل المثال بالعكس الديمقراطيين من الذين حقيقة يتبنون سياسة المحافظين الجد وقبلهم الرئيس الجمهوري بوش والآخري رأينا عدواناته المتعددة ولكن في عهد أوباما أوباما أول من استخدم وأكثر من استخدم المسيارات في ليبيا في اليمن في أماكن مختلفة نعم السياسة عدوانية هم الذين تبنوا سياسة مواجهة مع روسيا على سبيل المثال من قلب النظام المنتخب أو الحكومة المنتخبة بانتخابات ديمقراطية عام 2014 إلا الولايات المتحدة هم الذين منذ لحظة الأولى هذا المخطط هذه الحرب الأوكرانية كان يخطط لها أبان عهد أوباما وبايدن آنذاك واستمرت بنفس الطريقة في عهد بايدن نطرح ذلك فقط كمثالا روسيا قدمت نقاط محقة من أجل الأمن ونجد القول أننا لا نريد أن تكون أوكرانيا جزء من ناتو أو ما ندفع به هو المحايدة والمحايدة هي شيء مهم جدا بالنسبة لهذه الدول الكبيرة لكن لم يقبل بايدن بذلك بل دفع وعزز ونرى أن هذه الحرب مستمرة من قبل هؤلاء فإذن القول أو الفكر الذي ظهر مبكرا بأن بايدن سيتراجع عن أسطوب المغامرات أو زيادة المغامرات تبت فشله تماما بل على العكس رأينا أن في عهده ارتفعت الميزانية الدفاع إلى أرقام لا أحد يتصورها حوالي 900 مليار دولار ميزانية الدفاع لهذا العام 900 مليار دولار عن أعيك عن الأشياء الأخرى المرتبطة بها فإذن في تقديري أن هذه الإدارة شأنها شأن كل الإدارات أسيرة للمجمع الصناعي العسكري ومجموعة وول ستريت ومجموعة البورصة ومجموعة البنوك والآخر وهذه تقوم سياستها على سياسة حدوانية كي تستمر الإمبريالية الأمريكية وتستمر الهيمنة الأمريكية تضطر حسام كيف يمكن يعني العنوان مهم والطرح مهم التحرر والخروج من هذه الهيمنة الأمريكية ولكن كيف يمكن لشعوب المنطقة أن تتحرر من هذه الهيمنة وإذا كان خيار المقاومة هو بالخيار العسكري صائب وأستطاع أن يتحرر ماذا عن باقي المسارات لسيما المسارات الاقتصادية وهو مسار أساسي وشريان أساسي اليوم ويمكن اليد التي توجع هذه الشعوب يعني هم فيه مسار له علاقة بأن قوى المنطقة الحية تحاول قدر المستطاع تغيير موازين القوى في المنطقة وأن تراهن وتتقاطع مع التحولات الموجودة في النظام الدولي يعني هم مسارين مع بعض يعني إذا كانت أمريكا هي قوية ومسيطرة في النظام الدولي بدأت تكون المعركة كتير آسية وصعبة لتقليص الهيمنة الأمريكية داخل المنطقة أما لا إذا عنا تحول بالنظام الدولي وهي صار علاقة جماعة اليوم في العالم بما فيه في واشنطن أنه احنا اليوم بمرحلة انتقالية ما حدا بيعرف لون رايحة ومع هذا التحول في النظام الدولي اللي عم بيشتت جزء من الموارد الأمريكية من الاهتمام الأمريكي اللي عم بيطلع قوة دولية جديدة عم تجي تدخل بالمنطقة عم تحضر بالمنطقة عم تعمل شيء من التوازن مع استمرار قوى الحية في المنطقة قوى المقاومة بتصعيد أعمالها وتطوير استراتيجياتها وأدواتها واستنهات شرائح إضافية اليوم هوت مصارين مع بعض بيعملون لنا هذه العملية اللي عم نحكي عنها اضعاف الهيمنة الأمريكية داخل المنطقة هون ممكن بلحظة يظلوا الأمريكيين موجودين يعني ما أحد عند وهم من الولايات المتحدة ستخرج بالمطلق في المدى للمنظور أمريكا ستبقى قوة أساسية داخل المنطقة لكن بدل أن تكون أمريكا قوة هي تقرر مصير المنطقة اليوم عم ننتقل منطقة أمريكا فاعل قوي لكن بوجهها في فاعلين آخرين بهذه المعركة على سنوات وبالتدريج مطلوب إضعاف قدر المستطاع على الولايات المتحدة وتطوير آليات إقليمية بين الدول الإقليمية التي تتعاون فيما بين مستفيدة من هؤلما يعني خرقتك التولات جديدة بوجهها فهو المسارين بين جهود قوة المقاومة لتطوير موازين القوة مع التحول في النظام الدولي هو الطاقة طوائم مع بعض بمشونا لنعمل هذه العملية التاريخية نحن منطقة هم نحكي 200-300-400 سنة هلقد فيها حركة الاستعمارة والاحتلال أو عدم إدراك هويتها كل هذه المسارات لها عقود طويلة من الزمن المهم بأعتقد حاليا أن هذه الفكرة التي كانت أولى محور المقاومة من 40 سنة لما كان نتبين أن أمريكا بسطوة قوتها وخاصة لما ظهرت من الحرب الباردة منتصرة ويجنقال نهاية التاريخ كان للمقاومة خطابها عم يقول لا أمريكا ممكن نهزمها إسرائيل قابل الهزيمة ممكن نستعجزة كبير من سيادتنا من استقلالنا من قرارنا على موردنا كان عم يقول لا هذا خطاب خشبي هذا خطاب إديولوجي أو إنشاء وغير قابل للمقاومة اليوم حلفاء أمريكا الأساسيين في المنطقة ببلشوا بمكان ما عم بيشوفوا أنه في هذا العالم هناك إضافة إلى أمريكا هناك خيارات أخرى بمعنى خطاب المقاومة اللي عمرها 40 سنة وبرنامجها ورؤيتها اليوم عم بيصير له مصداقية كتير كبيرة بعالمنا وبمنطقتنا لأنه أثبت النجاحات أثبت ما كان يقال عنه أنه غير واقعي أنه بالخيار الواقعي فعليا وعم بيحقق منجز في الأرض مع كل التحولات الدولية بعد هذا المسار يعني أخر أضعاف الهيمن الأمريكية وبناء نظام إقليمي جديد خارج هذا الهيمن هو ما أنه حدث ما شيء بيصير بكبسة زر هي عملية تحولية تغييرية تاريخية بدأ وقت من الزمن لكن المهم أنه عم تمشي وعم تمشي بالاتجاه الصح شغلتنا نسرعها ونتأكد طوال الوقت أنه مستمرة لقدام وعم تتقدم بثبات هذا المشهد المنطقة كنا عم نعمله الأمريكا عم بيتكيف مع النجاحات التي عملناها يعني أمريكا واحدة من نقاط قوتها لأنها كثير قوية بتعمل عمليات تكيف عندها مرونة عم تتكيف بوسائل جديدة العقوبات المالية الحصار الاقتصاد الحرب المعلوماتية الحرب النعمة أو القوة النعمة تكيفت عم تحاول تتكيف كدر مستطاع لكنها مأزومة لبقى تعملوا قوة المقاومة أيضا أنها تتكيف مع الأدوات الجديدة اللي عم تطبئها الولايات المتحدة الأمريكية لكن لما صارت أمريكا عم تستخدم العقوبات بشكل كثيف جدا ضد روسيا وضد الصين ضد هالقوى الأسية لم تأتي بالنتائج التي كانت تريدها صحيح صار في أسلحة للدولار يعني استخدام الدولار كأسلح فصار في كتلة وازية من القوى الصاعدة حول العالم بلش تقول بدنا نوع تعاملاتنا بعيدا عن الدولار يعني حد الدولار بدنا شي تاني فبلش تهيمن الدولار عم تهتز بعضها قوية لكن بلشت تهتز فمع هذه المنجزات مع تشبيك هذه الدول المتضررة من الدولار تبلش تتعامل بالعملات المحلية بمكان أو بتبادل البضائع أو بتتفق على عملة محددة هذا المسار بلش مهم أن يبلش كلما الأمريكان اضطروا يستخدموا العقوبات أكثر لأنه مأزومين ما أدري يروحوا على خيارات تانية بيكونوا هن عم بضعفوا الدولار لأنه عم بيدفعوا كتل كبيرة في النظام العالمي إنها تروح تفتش على بدائل تبني أنظمة مالية بديلة رح تبلش صغيري وبلش تطلق صغيري لكن عم بتبلش تنمى شوي شوي وكلما استمر التحول في النظام الدولي إذا استمر بهذا الشكل على حساب الولايات المتحدة سيضعف الدولار أكثر وأكثر وتصبح أداة العقوبات الاقتصادية أقل نجاحا وممكن كمان أنها تجوزها هذا التكيف نحن بدنا نعمله ما نتعلم ما رح نتعلم برا المعركة رح نتعلم من قلب المعركة ونحن عم نتعلم هل امتلكنا الأدوات والوسائل والأساليب اليوم لمواكبة هذه الحرب المتجددة وبوسائل ووسائل جديدة لا مشكل شيء في شيء عم نمتلكه في شيء بعدنا مأخرين عنه في شيء عم نتعلمه هلأ بهذه المعركة رح نوقع بمحلات رح نصحط بمحلات رح نفشل بمحلات لأنه عم نحكي عن منظومة مش بس في الولايات المتحدة عم نحكي عن كل المنظومة الغربية اللي هي مسيطرة على العالم بالحد الأدنى من 200 سنة هي عم نحط كل هذا الجهد ضدنا فبهذه المعركة رح يكون فيها خسائر من شوي أحيانا رح مثل ما نتعلم من قلب المعركة عم نطور لكن عم نستفيد من هذا اللحظة الدولية الكتير كبيرة أن العالم يمر في أهم مرحلة من مراحله منذ نهاية الحرب العالمية التانية وبرجع بقول بدأ عطل بكررة هذا التحول في النظام الدولي اللي عم بيشهده العالم واحدة من أسبابه الأساسية كانت هزيمة الولايات المتحدة في المنطقة ما من بعد احتلال العراق هذا السبب أساسي ورئيسي نحن شعوب هذه المنطقة التي واجهت الأمريكيين ساهمت به واليوم تستفيد منه أستاذ سعيد بهذه الجزئية لو سمحت أستمزج رأيك فيما يتعلق تفكك هذه الدول التي تعرضت واستهدفت من قبل الولايات المتحدة عسكريا وحتى اقتصاديا عبر سلاح العقوبات التحرر من هذه الهيمنة عبر تفكيك أيضا سطوة الدولار التي أشار إليها الدكتور حسام هل هناك خطط لدى الأمريكي بالتالي هو لا يراقب فقط هل يتحرك لإيجاد أيضا أسليب أخرى في المنطقة قطار التطبيع يعني الحديث من جديد عن السماح لأن تكون السعودية يعني دولة متقدمة نووية مقابل التطبيع مع إسرائيل هل هذا أيضا مسار تعتمده الولايات المتحدة أو مستمرة به بكل تأكيد هي خدعة تستعملها الولايات المتحدة يعني تذكري عندما وقعت التطبيع بين الأمارات وإسرائيل على سبيل المثال أدرج ذلك فقط للإشارة كمثال الوعد كان أن الولايات المتحدة ستعطي الإمارات طائرات F-35 أين هي طائرات F-35 لم تحصل على أي شيء منها الولايات المتحدة تعطي الوقود الكاذبة كي تمرر خططها والآن نسمع أنه أولا تذكري كان هناك وهم أن هناك عملية سلام على سبيل المثال وكان المبعوث الأمريكي مبعوث سلام الآن انتهى هذا المكتب وأصبح المبعوث الأمريكي مبعوث تطبيع يعني طلعوا بشيء جديد اللي هو مبعوث لاتفاقات إبراهام أو اتفاقات التطبيع وهو بن شابيرو الذي كان سفيرا للولايات المتحدة في إسرائيل فهي إذن تتخلى عن ذلك لأنها تغير أولوياتها أو كما ذكر الدكتور هي مرنة يعني هي تتحلى بالمرون أنا دولة قوية ولا أخرية وبالتالي تتقلم مع هذا الواقع الآن تحاول أن تضع السعودية إن شأتي في وضع يحيي للسعودية أن الأولايات المتحدة قادرة أن تمدها بالدعم النووي وإلى آخره لبرنامج سلمي وإلى آخره قادرة أن توقع معها اتفاقات دفاع مشترك على شاكلة الناتو لكن في تقديري لن تمر هذه الأمور في مقابل أن تعترف المملكة العربية السعودية بالكيان الصحيوني فإذن أصبحت سياستها في المنطقة تركز على هذه النقطة بمعنى أنه لابد من جعل إسرائيل جزء من المنطقة بغض النظر عن الأزمات أو بغض النظر عن يعني الخلافات بين النظام الأمريكي ونظام نتنياهو في الوقت الحالي والإصلاحات القضائية تبقى كما يقولون نحن لدينا الكثير من القيم المشتركة والآخر فإذن هي تعمل من أجل تعزيز وجود إسرائيل في المنطقة على حساب المنطقة لكن بكل تأكيد إذا كان هناك محاولات حقيقية وبداء الحقيقية للدولار سنرى أن هذه الهيمنة ستتراجع بشكل سريع ونحن ما نراه في أفريقيا هي حقيقة المحاولات لخروج من تحت العباء الأمريكية يعني هناك رفع للأعلام الروسية اليوم في هذه التظاهرات يعني ورفض للوجود والاستعمار الفرنسي وهذا النفوذ اسمح لي أستاذ سعيد وأيضا دكتور حسام أيضا للحديث بالتفصيل عن الشأن اللبناني بقضية لا تقل سخونة على الساحة اللبنانية سنتوقف مع ما قاله السيد حسن نصر الله وأعود لأستكمل النقاش معكما إذن يعزو السيد نصر الله ضياع الحقيقة بتفجير مرفأ بيروت إلى تسييس التحقيق وربط القضية بالأحداث الأقليمية فلنتابع تخدم منذ اللحظة الأولى تفجير مرفأ بيروت لاتهام حزب الله فوتوا هم اللي فوتوا تفجير المرفأ في الصراع المحلي والإقليمي والدولي عوائل الشهداء يجب أن يعرفوا أن السبب الحقيقي لضياع الحقيقة هم هؤلاء عندما يذهب القضاء اللبناني والدولة اللبنانية والقوى السياسية اللبنانية إلى المكان الذي يتخلون فيه عن التسييس وعن الاستهداف السياسي سنكون أمام عملية تحقيق وقضاء حقيقية توصل إلى الحقيقة وهذا يجب أن يحصل أما بشأن أحداث مخيم عين الحلوي فأكد السيد نصر الله أن هناك وسائل أعلامية لبنانية تصر زورا على اتهام حزب الله بالوقوف وراء أحداث المخيم لسنا المنسية للأمريكي وبهذه الذكرى لتفجير الرابع من من أخف الحقيقة وكيف استثمر الأمريكي تحديدا بهذه الحادثة بهذا المسار وبمسار التحقيقات لهذه الفاجعة الكبيرة التي ألمت بلبنان أولا الأمريكيين لا ينظرون إلى لبنان إلا بين عين اسمه حزب الله يعني كل ما يقوم به الأمريكيين في لبنان هو مرتبط بقضية أسية هي إضعاف حزب الله وبشكل أساسي إضعافه على المستوى الشعبي والسياسي للإتيان يعني هذا هو الحلم الأمريكي في لبنان الإتيان في نهاية المطاف بأكثرية نيابية تفضي إلى تشكيل حكومة في علاقة صراعية وصدمية بوجه حزب الله لأنه بدراساتهم هن بيعتبروا بمكافحة أو مواجهة حركات تشبع حزب الله بتصير احتمالات النجاح عالي لما يجيبوا حكومة وكيلة تتمتع بمشروعية أو بشرعية ومشروعية ظاهرية ويتم تصوير حركة المقاوم بأنها ميليشيا مسلح هذه الثنائية اللي بيحاولوا يعملوها في لبنان وهذه عملوها فترة كان فيها رئيس واد السانيورة هو رئيس حكومة لما استقالوا الوزراء الشيعة بشكل أساسي مع آخرين بالتالي كان انفجار المرفع بتدعياته المادية بتأثيره النفسي والمعنى والوجداني والعاطفي اللي هو شيء مذهل في تاريخ لبنان أكيد هكذا فرصة ما كان الأمريكيين رح يروحوا يتركوها ببساطة هنا عم بيستثمروا إشيء أقل من هك طبعا بهذا الاستثمار الأمريكي ما في مشاكل داخلية ما في أخطاء داخلية ما في مسؤوليات داخلية قطعا هذا كله موجود لكن بدولة حاضرة بقوة في لبنان بمفاصل رئيسية للدولة اللبنانية حاضرة لتستثمر أي حدا بيزاج حزب الله فيه لتقليب الرأي العام عليها وخاصة أنه هذا كان يجري بعد كل موجة 17-20 وتدعياته وقبل انتخابات النيابية اللي كان الأمريكيين عم بيعاولوا بشكل كتير كبير على اجتزاب أكثرية نيابية تؤدي إلى اقصاء حزب الله وحلفائه من تركيبة السلطة الجديدة اللي كان عندنا يعني رئاسة الجمهورية والحكومة التي تلي تالي كان المشهد هون عم بيصير يعني بتذكر بأحد من نقاط الأسي اللي كان يكرر حزب الله وبالتحديد سمحت السيد أن التحقيق الفني يجب أن تعلن نتائجه يعني احنا هلأ في لبنان ما بنعرف كمواطنين تفجير حصل بسبب صاروخ عبوي بسبب التلحين فعليا ولا بسبب عرضي ما بنعرف فعليا بشكل رسمي بشكل رسمي ما بنعرف هذا لحاله أنه يقصي فرضية أنه هذا الموضوع مرتبط بالمقاومة لكن مطلوب أنه التحقيق التقني ضل عم يتماطل فيه لتضل الفرضية للعلاقة أنه هذا الأمر مرتبط بالمقاومة يتضل متروح وضل عم نستخدمها وضل عم نتعب فيها فكان كل وقت انقال بس اعطونا التحقيق الفني يوم ما سمحت سيد قال التحقيق الفني انتهى وبدنا النتيجة تاني يوم وسائل الإعلام المحسوبة على الأمريكيين طلعت تقول نصر الله يطلب انهاء التحقيق في مرفق بيروت هو عم يطلب كان التحقيق الفني بس وعلون النتيجة ليزرعوا عند الجمهور بعقل الجمهور أنه فعليا لو ما الحزب مورد تشبه يسكر التحقيق فكل واقع الأمريكيين في النظر إلى قضية المرفق وأي قضية اجتماعية أو اقتصادية في لبنان أو إنسانية في لبنان تذهب بشكل سريع عبر وكلاء في لبنان لأنه عنده استثمارات كتير كبيرة يعني نشوف قديش لبنان صغير وقديش أمريكا مستثمرة بالمؤسسات اللبنانية الرسمية وغير رسمية بالمجتمع المدني وبالأحزاب وبالإعلام وبالنخب استثمارات كتير كبيرة طب هو بدون يشتغلوا شو بدون يعملوا هو بدون يتصيدوا أي حدث لا يعملوا الدار لمطلوب منهم ضمن هل لنا لعننا الحرب الهجيني المطلوب منها نزع الشرعية والمشروعية عن المقاومة في لبنان بمصار زماني مفتوح هذا فيما يتعلق بحادثة مرفأ بيروت ولكن هي للأسف سلسلة متواصلة الأحداث في لبنان ما نشده بمعارك عين الحلوي أيضا اليوم هو يصب بهذه الخانة يعني قيل في حسابات إقليمية تصفية حسابات أيضا إقليمية من خلال أحداث المخيم دكتور حسام أيضا وظهرت كما قال السيدنا صلى الله وسائل العالمية دون أي دليل دون أي حجة يعني الحجة واضحة والمتهم واضح هو حزب الله هو عم بيجري استثمار أي حدث يحصل لإعادة تصويب النحو حزب الله ولماذا قلت في تصعيد تصعيد بأي بسياق يعني بالسياسي بالتصعيد سياسي الأمريكيين ضمن الخماسية سيحاولون من الشهر المقبل الضغط بشكل كبير لدفع الانتخابات الرئاسية والإتيام بمرشح يعتبرونه أكرب إلى معسكرهم الأمريكي اليوم في ظل هذا الكباش المحتدم في المنطقة سيحاول أن يدافع عن كل موقع هو موجود فيه أو كل موقع ممكن يحقق فيه مكسب ما ليثبت إجراءه في ظل هذا الاهتزاز الكبير داخل المنطقة وبالتالي المعركة الرئاسية الأمريكيين عم يتعطوا معها بجدية كتير كبيرة لمحاولة منع أن يؤتى برئيس جمهورية على علاقة إيجابية أو موقف إيجابي من قضية المقاومة ونحن رايحين بالشهر المقبل مثل ما الأجواء مبين على تصعيد لضغط أمريكي لإجبار المجلس نيابي أو دفع المجلس نيابي يعني ممكن جهاد أزعور سيناريو يتكرر بلعزا عن الأسماء لكن اليوم اللي عم ينترح أنه سيكون ضغط كبير على المجلس نيابي لعقد جلسات مفتوحة والاحتكام إلى منطق الغلبة مش إلى منطق التوافق هذا جهد عم بين عمل خاصة بعد ما بيينوا الفرنسيين أنه المبادر اللي طرحوها حسوها أنه فقدت جزء من الدعم أو الفرصة اللي كانوا للخماسية عطيتهم إياها بموضوع المخيم أنا بس بدي أقول نقطة وحدة في الأشهر الأخيرة كان الإسرائيليين عم بيقولوا بشكل واضح نتيجة ما يسمى عملية مجده التفزير اللي صار بمنطقة مجده اللي قيل أنه المنفذ انطلق من الأراضي اللبنانية إطلاق الصواريخ أكثر من مرة من الأراضي اللبنانية لاتهموا فيه مجموعات لحماس أو للجهاد الإسلامي قالوا أنه المقاومة الفلسطينية في لبنان صار عندها بنية تحتية موجودة في المخيمات الفلسطينية وأن هذا أمر خطير جدا ولا يمكن التهون معه ولا يمكن القبول فيه وأنه هذا يمكن أن يكون في ظلم يجري في الضف الغربي أمر حساس جدا لذلك الإسرائيليين في الأشهر الأخيرة حطوا المخيمات في حسابهم ما عم بقول لي عم يحصل بمخيم معاني الحلوة مرتبط بمباشرة بالإسرائيليين لأنه ما بيعرف معاني المعطوية لكن هو ضرب للقضية الفلسطينية بكل الأحوال يعني هذا الأكتر عطول ما نروح أسوق النية يعني مع الإسرائيليين ما ننبلش من سوق النية أو بالحد الأدنى ما ننتبه حتى لو ما قالوا علاقة لكن لما يلاقوا حدث وإتراب دغري بيفوتوا على لا يستثمروا اليوم الإسرائيليين مزعوجين جدا من واقع المخيمات الفلسطينية بعد ما اعتقدوا أو بيظنوا أن قوة المقاومة في هذه المخيمات عندها منية عم تنمى وعم تنشأ وممكن أن نتهددهم هذه النقطة حيوية ويجب الانتباه لها ويجب في أي تحليل تكون موجودة أو لما ننقارب أي سراع داخل المخيمات نشوف أنه الإسرائيلي جاهز لا يستثمر حتى لو ما كان له علاقة ابتداء لأن الإسرائيلي بسبب نتائج الامتحانات الرسمية لأن نتنياهو قبل أيام يتحدث بأنه هو منفصل عن الواقع والمتواجد في حفرة فهذا أكبر رد كان اليوم كذلك من السيد بمراقبة وترقب لإسرائيلي أختم معك أستاذ سعيد عريقات ما الذي يريده الأمريكي تحديدا اليوم من الساحة اللبنانية الولايات المتحدة تريد أن تبقى اللبنان هي جزء من ما تسميه المعسكر الأمريكي هي كذلك تعاملت مع لبنان تاريخيا منذ استقلاله خاصة في خمسينات القرن الماضي وبالتالي عندما أربكت بسبب ظهور المقاومة وأربكت أكثر بسبب انتصار المقاومة بدأت الولايات المتحدة تحيك المكائد حقيقة أو تخطط كي تبقي على هذه الهيمنة فما تريده هو أن يبقى لبنان جزء من المعسكر الأمريكي والمعسكر الغربي الذي تسيطر تسيطر عليه وتدفع بسياسته بمعنى أن الرئيس يجب أن يكون من الذين تريدهم أن يكونوا مسؤولين وإنقره وهكذا ورئيس الوزراء وغيره فإذن الولايات المتحدة ستفعل كل ما بخدرتها وما بوسعها كي تبقي على هذه الهمنة كي يخرج أنصارها وحلفاؤها في لبنان وفي غير لبنان إلى موقع الصدارة وموقع الحكم شكرا جزيلا لك أستاذ سعيد عريقة الخبير في الشؤون الأمريكية كنت معنا من واشنطن أشكر موصول لك دكتور حسام مطر البحث في العلاقات الدولية مشاهدينا نذهب إلى فاصل قصير من بعده نعود الاستكمال ومناقشة ملفنا الثاني في المسائية فلا تذهبوا بعيدا لو سمحتم من جديد أهلا بكم من خطر على موسكو إلى خطر على الناتو هكذا بات وضع مجموعة فاغنر العسكرية على ما يبدو أقله وفق ما جاء في التحذير البولندي من أن تحركات قوات فاغنر في بيلاروسيا تهدف إلى زعزعة استقرار الجناح الشرقي لدول حلف شمال الأطلسي هناك أنواع عديدة من الهجمات على حدودنا مباشرة على الحدود الليتوانية والحدود البولندية والتي نشهدها على مدار العامين الماضيين تعمل روسيا وبيلاروسيا على زيادة الضغط على حدودنا ويزيدان من استفزازاتهما علينا أن ندرك أن عدد هذه الاستفزازات سيزداد لقد تحدثنا عن هذا سابقا مع الرئيس الليتواني ما يدور حوله الاستفزاز هو ما يدور من تآمر من جانب بوتين ولوكاشينكو وأنشطتهم من أجل زعزعة الاستقرار وخلق الاضطرابات والفوضى وإظهار ضعف الجناح الشرقي لحلف الناتو قلق مورافيتسكي يأتي في وقت انتشرت فيه تقارير تفيد بتسلل عناصر من فاغنر إلى بولندا متنكرين في هيئة مهاجرين معلومات استندت عليها بولندا تفيد بأن مئات المقاتلين من فاغنر كانوا يتقدمون صوب ممر سوالكي الذي يقع على حدود لتوانيا وبولندا ويربط منطقة كالينجراد مع بيلاروسيا هذا وأجر مقاتلو فاغنر تدريبا مع جيش بيلاروسيا ما دفع بولندا للبدء في نقل قواتها إلى الحدود تحسبا لتهديدات محتملة من مجموعة فاغنر تهديدات ترجمها كلام الرئيس البيلاروسي أليكساندر لوكاشينكو خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل أسابيع أن قادة قوات فاغنر تلح في طلب التحرك باتجاه وارسو إلا أنه ما زال يمانعهم لمناقشة ملفنا الثاني في المسائية نرحب من بريكسل بأستاذ إدارة الأزمات والعلاقات الدولية الدكتور هشام عوكل مساء الخير دكتور عوكل وأهلا بكم في مسائية الميادين ما حقيقة هذه التهديدات لمجموعة فاغنر ضد بولندا مساء الخير ببداية لك والمشاهدين الكرام بالقناة الميادين طبعا من الصعب قراءة الأسباب للنتائج لأن الكل كان متوقع بحجم الخلافة الذي وقع بين قوات فاغنر ويعني الكرملين كان متوقع أن تنحل هذه الميليشيات وتتحول إلى ميليشيات مدنية ولكن لحد هذه اللحظة لم يعطينا المشهد السياتي قراءة واضحة لطبيعة ما جرى لسبب أن دائما وعاء روسيا يمتلك مفاجآت كبرى واحد هذه المفاجآت هو تمركز قوات ميليشيات فاغنر على هذا الممر الاستراتيجي الذي يفصل الحدود البولندية على دول البلطيق طبعا أهمية وتمركز قوات فاغنر في هذه المرحلة هو نوع من تشتيت الأزمة نوع من إعادة خلق الأوراق الجديد وإعادة خلق مصادر أخرى للأزمة الكل يدرك الآن الجانب الروسي يحاول أن يغامر في أن يأخذنا إلى خريفا وإلى شتاء قاسي مستغلا أولا فشل الهجوم المضاد الذي قامت به أوكران في استعادة أراضيها بسبب أن الترسانة التي قامت بها من الجانب الروسي من مواقع في رصد تحركات الجيش الأوكراني خسارة الجيش الأوكراني ما يقارب إلى 20% من المعدات العسكرية طبعا هذا خلق ساحة أخرى وخلق تناقضا آخر ممكن أن تستغل روسيا الجوار الجيو السياسي من خلال أن تضع قوات فاغنر على هذا الممر الذي يبلغ طوله 65 كيلومتر في محاولة مصادرة أو محاولة فك الارتباط ما بين دول البلطيق أقصد هنا وما بين محاولة سيطرة حلف الناتو على مدينة الكيلينجراد التي تمثل الشريان الرئيسي للقوات الروسية ولكن لحد هذه اللحظة لا توجد أي قراءة واضحة كل التكاهنات تشير أن هذه القوات وجدت أو بمعنى لدخولها بشكل متخفي إلى بولونيا وطبعا يجب علينا أن لا يغيب المشهد المهم في هذه المواطيات هو أن يكون هناك اتفاق خفي ما بين بولندا وبين الولايات المتحدة في طورية القارة الأوروبية في حرب أخرى مفتوحة أو في معركة أخرى وهذا السؤال الأساسي دكتور هشام هل هذا سيؤثر على اتساع رقعة المواجهة؟ نحن لا نتحدث عن أوكرانيا أوكرانيا هي ليست عضو في حلف شمال الأطلسي ومدها الغرب بكل هذه الأسلحة ولمواجهة الروسي ولكن اليوم نتحدث عن بولندا التي هي جزء من حلف الناتو وهل تقتصر الأمور على فتح جبهة؟ أم نحن نتحدث عن توسع المواجهة لتشمل وقد يعني بعض المراقبين يقولون بأنها قد تفتح الباب على مصرعيه إلى حرب عالمية ثالثة لحد هذه اللحظة قرار توسيع هذه المعركة أو يعني ندعني أن نسميها معركة توسيع قرار يعود بالنهاية إلى واشنطن أقصدنا إلى للاك المتحدة وتحديدا إلى الرئيس بايدن طبعا الفشل الهجوم المضاد أعطى مؤشر خطير أن هناك ملمنة وهناك تملمن من قبل دول الاتحاد الأوروبي وعلى عدم منح فرصة أخرى للجانب الأوكراني في مده في الأسلحة لأنه لحدها يعني الآن المخازن الأسلحة في أوروبا تعاني من نقص وصل إلى بحدود 60% طبعا هذا الكلام مخيف ولا نسأ يعني معامل مهم وأساسي أنه الأوروبا قادمة على انتخابات قادمة في 2024 طبعا كل المؤشرات تشير وكل القراءات تشير إلى تقدم الأحزاب اليمينية المتطرفة في جولة الانتخابات المحلية الآن فطبعا وكما يعلم الجميع أنه أجندة الأحزاب اليمينية تصف في مصلحة الجانب الروسي لأنه بمعنى الأوروبيين تريد انهاء الحرب نعم يريدون انهاء الحرب ويريدون فتح صفحة جديدة ويريدون انعاش الاقتصاد لأنه وصلت حالة التضخم التي وصلت فيها القرى الأوروبية وصلت إلى أرقام قياسية لم تكن القرى الأوروبية أن تشهد هذه الأرقام وصلت بحدود إلى 13% حالة من الركود الاقتصادي حالة من النزق الاجتماعي الآن الموجود وكله يصب في مصير مجهول أو بمعنى في معركة مفتوحة العنوين لا زنبا للأوروبيين فيها ولكن ما يخشى أن تطورت القرى الأوروبية من خلال أنه إعطاء الدور الرئيسي والريادي للبولنديين في إسارة نعرة ممكن أن تجروا الأوروبيين في حرب وطبعا هذا الكلام خطير وخطوطه وين تكمن أنه الإرس التاريخي الآن العلاقة ما بين بولندا وروسيا هي علاقة دموية تصل إلى نشوب حرب ممكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى طورية أوروبا من جديد بحرب لا يمكن لها أن تقف عجلة هذه الحرب ولكن هل نتلمس الآن هذا الموقف الأوروبي أم أنه بموقف مغير في ظل هذه الأزمات التي تعصف به بالنتائج والتداعيات التي انعكست عليه بشكل سلبي نتيجة هذه المواجهة الروسية الأطلسية هل من يأخذ القرار بولندا أم هناك تحفظ للاتحاد الأوروبي وأتحدث بشكل أساسي ألمانيا فرنسا دكتور هشام سيدتي شوفي لحد هذه اللحظة أمس الجانب النمساوي والجانب المجري سدد فاتورة الغاز الروسي بالروبي هذا كلام خطير والأخطر منه أن لحد هذه اللحظة لا توجد أي باركة أمل للأوروبيين في أن نفتح أسواق جديدة لإستراد الغاز وهم الآن يحسبون معت حساب الصيف الأوروبي قد انتهى الآن ونحن أمام خريف وأمام شتاء قاسي جدا يكفي أن القرارة الأوروبية عانت شتاء وخريفا قاسيا فلذلك لن تستطيع أن تكرر هذه المأساة بسبب أنه الآن كما أسلافت أن أوروبا قادمة على الانتخابات وتريد الأحزاب الوسطية الاجتماعية أن تسترضي الناخب الأوروبي في إعادة موضوعها بانتخابات قادمة ولكن الموضوع لحد هذه اللحظة كلها تكهونات لا تستطيع مجموعة من شخص أو ألف شخص أن تهدد الأمن الداخل البولندي ولكن تستطيع هذه المجموعات في حال أنه صدق القول أنه أن تؤثر على مناحي الجيوسية استراتيجية داخل بولندا في تعطيل سك الحديد في تعطيل شبكات الانترنت ممكن أن تخلق بلبله ولكن هل ممكن أن ينجر حلف الشمال الأطلسي لمواجهة مفتوحة مع الروس أكيد لا الروس لا يردينوا الآن فتح جبهات أخرى يكفي استطاعوا أن توجيه الجانب البلاروسي الآن ليكون هو الدافع الرقم 2 عن ما يجول دكتور هشام هنا الدور البلاروسي ما هو دور تحديدا بلاروسيا؟ عمليا الجانب يعني الاتحاد الروسي هذا ولشك رئيس لكوشينكو أكد فيه أكثر من مرة أنه وجود القوات فاغنر طبعا تعمل بإجندة روسية في النهاية ولا شك أن الرئيس البلاروسي يستطيع أن يضبط إيقاع هذه المجموعة ولكن لا ضرورات اقتصادية ولا ضرورات الجيوسي السياسية الآن في هذه المرحلة يجب تحريك هذه الأوراق الراكدة ما بين الأطراف الروس يبحثون عن أوراق ضغط أخرى وشفنا والجانب البلاروسي أكيد يعاني من أزمة داخلية أولا ويعاني من أزمة اقتصادية تانيا فلذلك هذا الدعم الاقتصادي المفتوح من قبل روسيا إلى بلاروسيا يجعل من بلاروسيا أن تكون هي الجوكر التي ممكن أن تلعب في روسيا في هذه المرحلة التي تستطيع الآن أن تتصدى للهجوم المضاد من قبل الأوكرانيين بمعنى وهي بشكل مرتاح ولكن السؤال المهم أن هل يمكن أن يكون للتحركات العسكرية الآن في بحر البلطيق أقصد هنا في دول لتوانيا وإستوانيا أن تخلق جبهة أخرى تضغط على هذه الأطراف أكيد لا لأن الروس لا يستطيعون أن أعود بكرر لا يستطيعون أن فتح جبهات أخرى على نفسهم ليكفيهم الآن أن يمروا من هذا الصيد ويمروا إلى خريفة وشتاء ومن بعد يمكن أن تكون هناك قراءات سياسية جيوسياسية جديدة ممكن أن تعطي قراءة لمشهد سياسي آخر أشكرك جزيلا شكر دكتور هشام عوك الأستاذ إدارة الأزمات والعلاقات الدولية كنت معنا مباشرة من بريكسل وإلى هنا مشاهدين نصل إلى ختام المسائية شكرا لكم على طيب المتابعة المسائية انتهت في أمان الله اشتركوا في القناة